علبة مشروب صومعة قمح ناقلة وقود الشكل الأسطواني موجود في كل مكان وأحيانا نحتاج لحساب حجمه إذا كنت تعرف حساب حجم المنشور ومساحة الدائرة فسيكون التالي سهلا وإلا فمن الأفضل أن تراجع هذه الدروس أولا الأسطوانة أمبوب له قاعدتين من الدوائر وجدار بارتفاع معين حجم الأسطوانة يساوي مساحة أحد قاعدتيها الدائريتين ضرب ارتفاع الأسطوانة أي مساحة القاعدة في الارتفاع ونحسب مساحة القاعدة كمساحة أي دائرة وهي π ضرب نصف القطر تربيع ثم نضرب ذلك في الارتفاع فنحصل على حجم الأسطوانة ولكن إذا أردنا صنع أسطوانة فسنحتاج لحساب مساحة الصطح كيف نفعل ذلك؟ أولا نحسب مساحة الدائرة في الأسفل أو الأعلى وهي π ضرب نصف القطر تربيع ثم نحسب مساحة الجدار كيف نحسب مساحة جدار الأسطوانة؟ إذا قطعنا الأسطوانة بالطول وسوينا السطح هكذا سنحصل على مستطيل ارتفاع المستطيل هو ارتفاع الأسطوانة ولكن كيف نحصل على قاعدة المستطيل؟ حسنا الدائرة في الأعلى أو الأسفل هي قاعدة الأسطوانة لذا فقاعدة المستطيل تساوي محيط دائرة القاعدة أي π ضرب القطر وهو نفسه π ضرب 2 ضرب نصف القطر إذن مساحة سطح الأسطوانة تساوي π ضرب القطر ضرب ارتفاع الأسطوانة هذه صيغ حجم الأسطوانة ومساحة سطحها اكتبها واحفظها فسوف تحتاج إليها لاحقا